ومن عمان تنضم إلينا داما الكردي مراسلة الغد مرحبا بك داما إلى أي مساوى رفعت الحكومة الأردنية حالة الطوارئ في المنطقة وما هي آخر حصيلة معتمدة للضحايا نعم رويدة إلى الآن حصيلة الضحايا 12 شخصا ولا زال البحث جاري عن طفلة مفقودة في منطقة الوالة في محافظة مادبة الحكومة في حالة انعقاد في مركز إدارة الأزمات كما صرحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام إلى حين انتهاء هذه الأزمة دائرة الأرصاد الجوية أكدت بأن عودة الاستقرار الجوي اليوم فقط ولكن غدا ما بعد ساعات الظهر سيكون هناك تجدد لسقوط الأمطار في منطقة شرق المملكة وقد تستمر إلى يوم الثلاثاء وبالتالي ستستمر حالة عدم الاستقرار الجوي لذلك لا زالت دائرة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الاقتراب من الأودية ومن مناطق السيول والابتعاد عن مجاري المياه بسبب تجدد السيول مرة أخرى في إحدى المناطق وخاصة مناطق شرق وشمال المملكة أما فيما يتعلق بالمفقودين فقد صرحت وزيرة الدولة للشؤون الإعلام أمس بأن هناك 14 مفقودا تم العثور على ثمانية منهم في منطقة الجفر وستة تم تحديد أماكنهم ولكن عاد اليوم نائب المحافظ وأكد نائب محافظ معان بأن الستة الذين تم العثور عليهم لم يكونوا هم من تم التبليغ عنهم ما يعني بأن هناك لا زال مفقودين في الجفر وتم تحريك طائرة عمودية من الجيش العربي لتحديد موقعهم ولكن بحسب التصريحات فإن المنطقة صعبة جدا ومن الصعب تحديد مواقعهم ولكن لا زال هناك مفقودين الأعداد متضاربة بحسب التصريحات هم ستة أو سبع أشخاص ولكن لا زال هناك أشخاص مفقودين في الجفر نعم دامال كوردي مراسلتنا من عمان شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر